بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية مجال الإنتاج الحيواني والداجني أهلا ومرحبا بكم في مادة الدواجن والحلقة الثانية من هذه المادة كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تركيب البيضة وأجزاء البيضة وإيه هي مواصفات البيض الصالح للتفريخ ونتذكر مع بعض مواصفات البيضة الصالح للتفريخ ما تكونش البيضة منبعجة ما تكونش مشروخة ما تكونش متكلسة تكون البيضة من 50 إلى 70 جرام طبعا المواصفات اللي احنا قلناها دي لازم تكون موجودة في البيضة اللي هي الصالحة اللي عملية التفريخ طب واحد ممكن يسألني سؤال يقول لي انت قلت من 50 إلى 70 جرام لو البيضة أكبر من 70 جرام لا تصلح للتفريغ ففي اللحظة دي بتوقع أنها بتكون زيتها صفارين تب لو كذل 50 جرام أو أقل من 50 جرام أيضا لا تصلح لي عملية التفريغ فشفنا فيه أجزاء البيضة وتركيب أجزاء البيضة شفنا الصفار قد إيه وشفنا البيض قد إيه وشفنا الزلال اللي هو موجود داخل البيضة وشفنا اللي هو خيوط الكلازة اللي هي موجودة اللي بتثبت على الصفار اللي هو داخل البيضة وتحدثنا قلنا في الحلقة الماضية أن الصفار هو عبارة عن زي البويضة اللي موجودة في رحم الأنسى كذلك برضو بالنسبة للكائن اللي هو السديات هنا في الدجاج الصفار في البيضة بتعمل نفس معاملة البويضة اللي هي موجودة في رحم الأنسى طبعا تحدثنا عن كل حاجات دي في هذه الحلقة أو الحلقة الماضية النهاردة بقى إن شاء الله هنتعرف مع حلقة جديدة ودرس جديد وهو التفريغ إزاي إحنا بنقوم بعملية التفريغ التفريغ هو عبارة عن تهيئة العوامل اللازمة لمجاح أو لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة اللي هو داخل الصفار يبقى لذلك عندي هنا من أول شرط من شروط عملية التفريغ لازم تكون البيضة مخصبة طيب طريقة التفريغ إزاي في هل في عندي أكتر من طريقة لطرق التفريغ أو لنظام التفريغ في الدواجن بصفة عامة سواء كان بط أو أوز أو حمام أو رومي أو سمان ما عاد الأرانب قلنا الأرانب من السديات ليه الأرانب من السديات؟ لأنها بتلت زي السديات بالزب يبقى إزا هنا الأرانب عمرها ما بتبيت يبقى إزا هنا الأرانب بتلت ولكن محطوطة أو من ضمن منهج تربية الدواجن أو من ضمن منهج مادة الدواجن فهنا التفريغ قلنا نشاط الجنين داخل البيضة المخصبة يبقى أنا عندي هنا أول شرط لازم تكون البيضة مخصبة يبقى ناتجة مني عن طريق التلقيح بين الزكرة والأنثة قبل بعملية وضع البيض طيب البيضة بتمر بمسافة قد إيه؟ من ساعة ما تنزل من المويضة لحد ما تخرج خارج الرحم بتاع الأنثة بالنسبة للدجاج وإنما 25 ساعة ونص تمام برفع عليك أنت بتذكر معاي طيب البيض اللي أنا هعطه للتفريغ إزاي أنا هضع البيض للتفريغ إزاي هشوف الميكانيكية بتاعنا عندي التفريغ هل هو فيه تفريغ طبيعي هل هو فيه تفريغ صناعي هنشوف الكلام ده دلوقتي إن شاء الله فطرق التفريغ عندنا فيه عند نوعين من التفريغ فيه عند التفريغ الطبيعي ثم التفريغ الصناعي وكلمة التفريغ طبيعي معنى ذلك أن الأم هي التي تقوم بنشاط الجنين داخل البيضة دون وساطة من أي أحد من الأفراد أو من العوامل الخارجية يبقى إزا الأم هنا في التفريغ الطبيعي هي اللي بتقوم بعملية التقليب والرطوبة والحرارة كل المواصفات اللي عشان تقدر أو تهيأ كل العوامل اللازمة لمشاط هذا الجنين داخل البيضة المخصابة أما التفريغ الطبيعي يتم عن طريق ميكانيكية أو عن طريق أجهزة ميكانيكية هنشوفها إزاي وبدأت عملية التفريغ الصناعي عن طريق إيه؟ دي اللي إحنا هتحدث عنها إن شاء الله النهار فما نتحدث عن التفريغ الطبيعي إن الأنسة هي اللي تقوم بعملية التفريغ أو بالرؤاد على البيض واحتضام هذا البيض طول مدة التفريغ حتى يخلق ويفقص إلى كتكوت صغير دون تدخل الإنساء يبقى إزا التفريغ الطبيعي بتقوم بها الأنسة دون وساطة الإنساء أما هنا التفريغ الصناعي عن طريق أماكن أو أجهزة ميكانيكية دي اللي إحنا هنشوف في الوقت طيب هل هناك عناصر بيعتمد عليها في عملية التفريغ بالنسبة للتفريغ الطبيعي؟ طبعا بيعتمد على أساسيات الأم الرقادة الرقادة ودائما أنا بحافظ على كلامي بقول الأم الرقادة اتنين عش الرقاد يعني إيه الأم الرقادة؟ الأم الرقادة هي الأم يعني مش أي أم إنها تقوم بعملية التفريغ يعني أنا ما أجيبش البيض وأحطه في مكان معين وأحطه في قلب العش أو مجهز لها المكان وأجيب أي أم ترقض على هذا البيض لا أنا بقول أجيب أم رقادة معنى ذلك الأم الرقادة دي لها مجموعة من المواصفات ودي حنشوفها فيما بعد الأم الرقاد إيه هي الأم الرقادة؟ بتتميز بكون ذات حيوية عالية كبيرة الحجم تميل إلى عملية الرقاد يعني إيه كلمة تميل إلى عملية الرقاد هنا ما تيجي الأم الأنسة أو الأم تميل لعملية الرقاد بتلاقيها أنها بتنزوي خارج القطيع خالص لو أنت عندك حوالي خمس ست فرخات في داخل المنزل أو في قلب فوق السطح عندك أو في مكان التربية بتلاحظ أن فيه أم مركونة على جنب أو واخدة جنب في حالة انزواء والأم كل ما تجي تشيلها من هذا المكان بترجع لهذا المكان تاني معنى ذلك هذه الأم بنطلق عليها بالقول الأم الرقادة أي إنها تميل إلى الرقاد يجب أن تكون الأمهات الرقادة تتميز بحيوية عالية كبيرة الحجم تميل لعملية الرقاد أنواع الطيور بتختلف في صفاتها الوراثية من حيث عملية الرقاد فمثلا أمهات الدجاج الرومي أو الدجاج الهندي أو الأوز أو البط السوداني أو الدجاج الأسياوي هذه العوابل من أحسن أنواع الطيور التي أو هذه الأنواع من أحسن الطيور التي تميل إلى عملية الرقاد كذلك أمها بتعتني بالبيض وأيضا تعتني بعملية الصغار اللي هو نادج من البيض يبقى إذن كده هو شرحت معاك يعني إيه أم رقادة يعني تميل إلى البيض تحتضن البيض ثم تحتضن الصغار وتقوم بعملية التكفيف زي ما أنت هتقوم بعملية التكفيف في التفليخ الصناعي هي الأم بتقوم بكل هذه الوسائل سواء كان الرعاية الحيوية أو الرعاية الصحية أو الرعاية اللي هي الحرارة أو الرطوبة أو التقليب ذات نفسه بتاع البيض الأم بتقوم بكل هذه الأمكانيات بتحتضن هذه الصغار فيما بعد الأمهات اللي هي دجاج إنتاج البيض ساعات بتفكت خصية الميل إلى الرقاط ودي بلاحظها في دجاج إنتاج البيض العالي معنى ذلك إيه لو أنا عندي فيه فراخ أو في دجاج إنتاج البيض بتاعها بيكون عالي هذا النوع من الطائر أو هذا النوع من الدجاج لا يميل إلى إنتاج البيض الطائر ده ما بيجمعش بين صفتين صفة إنتاج عالي من البيض وفي نفس الوقت بيميل إلى الرقاط فالأم التي تميل إلى عملية الرقاط بيكون انتاجها قليل من البيض فبتميل العملية الرقاط على سبيل الغريزة الطبيعية عشان خاطر الخليقة تتزايد أو الناس تتزايد فهذه الأم عندها الغريزة أنها بتميل إلى عملية الرقاط لكن الأم التي تنتج انتاج علم البيض لا تميل على الإطلاق لعملية الرقاط فباللاحظ ان دجاج سنائي الغرض وكذلك الدجاج المحلي بتزهر عليه عملية او صفة الميل للرقاد بدرجات مختلفة او بدرجات متفوتة ولكن في معظم الاحيان ان الدجاج المحلي اللي هو موجود عندنا هنا في مصر او اللستنبت عندنا هنا في مصر سواء كان اوز او ابط او رومي او سمان او حمام الى اخير من هذه الطيور الدجاج المحلي بصفة عامة او الطيور المحلي بصفة عامة لها غريص دي الميل الى الرقاد اما الام اللي بيقدي الى عدم الميل الى الركاد بلاحظ ان الأمة طول ما انتكه عليه عالم البيض زي مسلا حدث استنباط لبعض السلالات يعان مسلا ساعة مسلا لو اتكلمت عن البط بلاقي ان البط في عندي بغال البط بغال البط طبعا ناتج من نوع معين مع ان تزاوج من نوع معين هذا النوع الناس للناتج اللي هو بغال البط لا يميل الى ركاد. لكن بلاحظ ان مثلا البط السوداني بيميل الى عملية الركاد. البط اللي هو البكيني او بنقول عليه البط اللي هو الشرشيل اللي هو الابيض اللي هو بتربى عندنا في الفلاحين لا يميل الى عملية الركاد. اما اللي بيميل عملية الركاد البط المسقوفي او البط السوداني او البط الدمياطي اللي هو موجود عندنا يبقى ذا على سبيل هذا المساء. بتزرع الام الرقادة مجموعة من العلامات او مجموعة من الظواهر اللي هي من خلالها بتوحيني ان الام دي عايزة ترقد على هذا البيض عشان تغريزة جنسية عندها او غريزة طبيعية عندها او امتداد لعملية الناس انها بتميل الى عملية الرقاد. بلاحظ فيها مجموعة من المواصفات. ايه هي مجموعة من المواصفات؟ بلاحظ ان دايما درجة حرارة جسمها بيكون مرتفع. كذلك بتتوقف هذه الامة عن وضع البيت. ممكن تضع حوالي عشرة الى اتناشر بيضة او من خمسة الى عشرة بيضات وتمتمع بعد ذلك عن وضع البيت. في اللحظة دية بتلاقي الامة كل ما انت تشيلها من هذا المكان بترجع الى المكان تاني. يبقى معنى ذلك ان لها مجموعة من المواصفات انها بتميل الى عملية الرقاد ودايما انها بتنقش حولين العش اللي هو موجود. وتقلب في البيض اللي هو موجود. لو انت مشيلتش البيض هترقد عليه. في هاللحظة دي بقى الامة دية بتميل الى عملية الرقاد. تبعنا لو انا مثلا كنوقتة فنية انا مش عايز اخلي الامة دية تميل الى عملية الرقاد وفي نفس الوقت انها يعني تديني انتاج بيض عالي. طبعا احنا قلنا اول خطوة في علامات اللي هي الملء الرقاد ارتفاع درجة الحرارة. ممكن اخدوا الامة دا وتغطصها فيه مية او حطت علىها مجموعة من الرزاز او شوات مية. بحيث ارطة بجسمها. يبقى في اللحظة دي الامة غير لا تميل الى عملية الرقاد. لو انا مش عايزة اخلي الام تميل لعملية الرقاد. يبقى تاني علامة من علامات الام اللي هي تميل الى الرقاد. بتتوقف عن وضع قلبي. بيعتر بها الخوف من الغرباء وقلتلك قبل كده انها بتنزوي او بتاقد جانب من جوانب الحظيرة. ودايما بتبقى مستكنية فيه. مع لذلك الام دي تميل الى عملية الرقاد. بتنزوي بعيدا عن باقي الافراد اللي هي القطيع. ودايما بتكون فيه اماكن مظلمة. فيه علامة تانية بلاحظ ان جسم الدجاجة او جسم الانسة بينتفش الريش. ما ينتفش الريش اعرف ان دي علامة تالتة من علامات الميل الى الرقاد بالنسبة للام التي يبدو عليها علامات الرقاد. كزالة فيه حاجة تانية بلاحظ ان تضخم الصوت بتاعها بس بيكون على فترات. يعني ايه? صوتها بيرتفع وينخفض. يرتفع على فترات. يرتفع كل مسلا ربع ساعة كل عشر دقايق كل نص ساعة كل ساعتين على فترات. لا الصوت بتاعها دايما انها يعني بتصدر صوت. الصوت دوت مختلف عن الفترة اللي هي كان بتضع فيها انتاج البيت. يبقى دي كلها العلامات. ارتفاع درجة حرارة. انتفاش الريش. انزواء في مكان مظلم زاد انها بيعتريها بعض الخوف من بعض الغرباء لو انت واحد داخل هذا المكان. هاته العصيرة بس بس تلاقيها انها واخد على جنب وبتجري بعيد عن باقي افراد القطير. دي كلها علامات الام الراكدة في عملية التفريخ الطبيعي. طيب الام الرقادة. لو انا عندي ام الرقادة. اعمل لها ايه? عشان خاطر انها لا تصاب باي حشرات داخل جسمها او على جسمها. ممكن الام الرقادة اثناء عملية اللي هي الرقاد. انما بعفرها باي مسحوق او اي مبيت حشري. عشان ما فيش لانها تقعد كام. تمام برفع عليك انت منتبه معايا. ان في الحلقة الماضية ان مدة التفريخ في الدجاج بيلاقيها واحد وعشرين يوم. طيب الحمام كام تمام بيذاكر معايا. سبعتاشر الى تمنتاشر يوم. كذلك السمان بيلاقيه سبعتاشر تمنتاشر يوم. بيلاقي البط المسكوفي بيلاقيه من تلاتين الى اتنين وثلاتين يوم. يبقى ايزا كل نوع من انواع الطيور داخل الدواجل له فترة تفريخ معينة او مدة تفريخ معينة. طيب لما ذكرنا مدة تفريخ يبقى قول لمدة تفريخ. بنذكر بعضنا نقول هي الفترة التي تستغرق من وضع البيضة الى ان يخلق كتكوت سليم. دي مدة التفريخ. لكن تعريف التفريخ احنا قلنا عرفنا التفريخ. تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجديد داخل البيضة المخصبة. مرافو عليك. فالام الرقادة لازم اعفرها باي مبيت حشري لمنع انتقال الحشرات الى الطائر اللي هو او الطيور الصغيرة اللي هي تنتج بين عملية التفريخ. يجب اختيار اختبار الام الرقادة للعملية الميل للرؤاد. معنى ايه? ان انا مثلا نفترض ان انا شفت ان عندي مثلا حوالي عشر اتناشر بيضة ودائما بقول من تمانية العشرة من عشر الاثناشر هي دي عدد الكتاكيت او عدد البيض اللي الام تحتضنها او تتفرخها من اول ما تحط البيضة الى ان يخرج كتكوت سليم. يبقى مدة التفريخ الطبيعي هنا اللي هي بتبدأ من فترة بين وضع البيض لحد نهاية واحد وعشرين يوم. طيب عدد البدء قد ايه? من تمانية الى عشر بضاء. ده بيختلف عن التفريخ الصناع. التفريخ الصناعي ممكن تفرخ حوالي خمس ست آلاف خمسين الف في الدفع الوحدة في مدة الواحد وعشرين يوم. لكن التفريخ الطبيعي انا بفرخ من تمانية الى عشر بضاء او غالبا بيزيد الى خمستاشر بيضة يطلع منهم مثلا حوالي سبعة في المية آآ سبعين في المية، تمانين في المية. يطلع منهم حوالي عشرة او تمانية او تسعة حسب حيوية الام وحسب تقليب البيض بالنسبة للام. انما بوضع عائد قليل من البيض داخل المكان اللي عشت. هذا البيض بسميه ان هو بيض لايح. يعني ايه? بيض فاسد. انا عايز اختبر الام. فبعمل ايه في اللحزة دي? عايز اشوف الام فعلا انها هتقدر تحتضلي هذا البيض. والام بعملية التفريخ. فبجيب عشرة الى اتناشر بيض او خمس ست بضات. البيض هذا البيض بيكون بيض لايح. يعني لو يسلح العامل التفريخ وضعه في مكان معين. وبجيب الام بحطه على هذا البيض. لو انا لقيت او لاحظت ان الام ديت انها تقوم بعملية تقليب البيض. او بتحتضن البيض. او بتحطت اجنحتها على البيض بتحتوي البيض. زي الام بالضبط ده نوع غريزة. اه تلاقي الام بتحتضن اللي هي السلالة بتاعتها او بتحتضن الصغير بتاعها. لو انا عرفت ان الام في اللحظة ديت هتحتضن البيض. يبقى انا بجيب البيض اللي هو هيفرقه. وضعه مكان البيض اللي هو اللايح او البيض اللي هو اه غير مخصب. وضعه تحت الام في اللحظة ديت. ابدأ اعيد اقول انا حطيت البيض النهاردة او وضعت البيض النهاردة. يبقى ازا بعد واحد وعشرين يوم اشوف الام ديت تنتج البيض. حطيت النهاردة عشرة. اه اشوفها بعد واحد وعشرين يوم كام? هليطلع هل هم 60% هل هم 70% هل هم 50% أشوف تلع منهم كم بيضة تلع منهم العشرة تلع منهم 6 يبقى عندي 60% تلع من العشرة 5 بضات يبقى عندي نسبة التفريخ عندي 50% وغالبا في التفريخ الطبيعي بيكون نسبة التفريخ من حوالي 55 إلى 60% حجم البيض الطبيعي تحت الأمة ثم برائب الأمة بهدوء عشان خاطر أنها تقوم بإحضان هذا البيض وتقوم بعملية الريقاط يتفاوت عدد البيض الذي يوضع للأم زي ما تحدثنا قلنا حسب نوع وحجم الأم وكذلك حسب موسم والريقاط هل هي بقى لها تأتيت 4 مواسم أنها بتنتج لي سلالات أو بتنتج لي كتاكيد صغيرة أو دجاج صغير أشوف أنا حسب موسم الرقاط بتاحها هل بقى لها سنتين 3 لسه أول سنة وبضع من حوالي 15 إلى 20 بيضة تحت الأم طب عش الرقاط أنا عايز أجهز عش الرقاط يعني إيه عش الرقاط عش الرقاط له مجموعة من المواصفات بيكون على شكل أنا بعمله على شكل صندوق من الخشب هذا الصندوق بيختلف سعته حسب نوع وحجم الأم الراقدة فمثلا بلاقي فيه بعض السندوق من 35 في 35 سنطي في ارتفاع 35 سنطي يبقى 35 طول في 35 عرض في ارتفاع 35 هذا الصندوق أو هذه المساحة كافية للأم أنها تقوم بعملية الرقاط أو هذا الحيز يقوم بعملية الرقاط وبغطي طبعا من نافذة بينها السلك بيحمل على قائم ارتفاع هذه القائمة 10 سنطي عن سطح الأرض بحيث لو جيه مية تحت أسفل العش الرقاط لا يضر البيض لطبعا تعرف أنه لو في مية جات دخلت على البيض اللي هو موجود تحت الأم معنى ذلك أن دولة التفريق دي هتفسد ومش هيصلح البيض لعملية التفريق كذلك أن أنا مجاهز الصندوق لازم أرش أو أطهر هذا الصندوق بأي نوع من أنواع المطهرات ضد الحشرات وضد التفيلات التي تكون موجودة داخل عندك الحظيرة لأن هذا الطائر هيرقد على البيض حوالي 5-21 يوم الـ 21 يوم دي الكافيري أن الحشرات تنشط وتشتغل وتنشط داق على جسم الأم في اللحظة دي بيدقل المقربات أو بينقل الأمراض أو بينقل الحشرات إلى النتاج الصغير أو الكاتاكيت الصغير إزاي بعيد بقى عيش البيت وبختار مكان عيش البيت هلما مثلا أجي يعني نفترض أني بيتي قريب من المواصلات أو قريب من مكان الدوضاء يعني معنى ذلك إيه؟ أنه مثلا البيت اللي أنا موجود فيه أو المكان اللي أنا موجود فيه عيش الرؤاد لما هحطه جنب منه أي ورشة أو أي دوضاء أو أي أصوات مزعجة يبقى لازم أتجنب الأصوات المزعجة أما أجي أخطار المكان اللي أنا أضع فيه عيش الرؤاد تمهيدا لعملية التفريق يجب قبل استعمال عيش أن ينظف ويطهر ويوضع في مكان مظلم متجدد الهواء بعيدا عن الدوضاء زي ما قلتلك هذا المكان لازم أن يدخله أشعة الشمس مباشرة طبعا بيكون خالي من الحفر وأيضا خالي من الشقوق تمام برفع عليك لأن الحشراتها تنشط لو أنا وضعته في مكان فيه شقوق أو فيه حفر لأن الحشرات بصفة عامة لازم تلبت في الأباكن اللي هي المجوفة داخل مكان العش بيفرش أرضية هذا العش في قاعة صدوق بكمية مناسبة من؟ التبن أو أنا ما عنديش تبن بيحط أش أرز أو نشارة الخشب بيبقى دول تلات حاجات اللي أنا بستخدمهم عشان خاطر أن أنا أقوم بعمل التفريق بحط شوية نشارة من الخشب أو إذا كان عندي تبن بيرتفع حوالي خمسة سنتي أو سبعة سنتي بتختلف حسب فصل الجو إذا كان في الشتاء فبرفع سمك الفرش شوية إذا كان في الصيف بقلل سمك الفرش اللي أنا أضحها عشان خاطر الصندوق فقال بالصندوق دي كلها عشان خاطر عملية الحرارة والضوء والاحتفاظ بدرجة الحرارة السابتة لأن درجة حرارة التفريق الأم بتوفر درجة حرارة التفريق حوالي خمسة وتلاتين درجة أو سبعة وتلاتين درجة مئوية لمهاية عملية التفريق خالص قبل الواحد وعشرين يوم بلاقي درجة الحرارة بتبدأ تقلل لحد خمسة وتلاتين درجة مئوية طب أنا عايز نسبة رطوبة كام عايز نسبة رطوبة ستين لسبعين في المية الأم بتقوم بعملية التبخير أو بالرزاز على البيض بأجنحتها المختلئ اللي هو الجنحين عشان تقوم بعملية اللي هو حفظ درجة الرطوبة على البيض اللي هو موجود أنا قلته هنا نقطتين درجة الحرارة بتكون حوالي سبعة وتلاتين درجة مئوية أو من خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين درجة مئوية نسبة الرطوبة بتكون من حوالي الى ستين الى سبعين في المية كل هذه العوامل البيئية الأم بتقدر توفر هذه العوامل وهي راقدة على البيض بعد تجهيز عش الرقاد برص البيض المعد على شكل دائرة في الوسط كما توضع الأم فوقه لتبدأ عملية الرقاد على البيض زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة أنا فرجت العش من شرط الخشب أو من التبني الموجود أو من أش الأرز اللي هو موجود بعد كده برص البيض في شكل دائرة الأم بتكون طبعا في حتة هنا أما برص البيض بضع الكمة العريضة الى أسفل والكمة المدببة الى أعلى بعد ذلك الأم هي اللي بتقوم بقى بتقلب البيض تقلبه مرة يمين مرة شمال بتقلبه على قد إيه هي دي غريزة ودي طبيعة عند الأم بتقوم بتقليب عملية البيض عشان خاطر تنشط الجنين اللي هو داخل البيضة المخصبة اللي هي موجودة طبعا أنا لو لاحزت فبلحز في بعض الأحيان أن الأم بتنفر أو بتستبعد البيض اللي هو هي بتحس بيه بتستبعد البيض اللي هو ما اكملش عملية التلقيح والإخصاب أو أن هو مش هيطلع أو مش هينتك تكون فيما بعد بتطلعه إلى الخارج وبتحاول تجيب من الخارج إلى الداخل يعني البيض في شكل دائرة بعد حوالي أسبوع أسبوعين هي الأم بتحس بتطلع البيض أو بتستبعد البيض اللي هو موجود وتستبكي البيض اللي هو الصالح لعملية التفريق ودي طبعا غريزة لا يتم وصفها بالنسبة للأم طيب إزاي بقى أنا برعى الأم اللي هي أثناء عملية التفريق الطبيعي للبيضة المخصبة أثناء فترة التفريق بيوضع لها بالقرب من باب العش كمية من العلف والماء لإغرائها على الأكل يعني إيه أنا عملت العش أنت قلت العش 35 في الاتفاع 35 في السمك 35 يعني طول في العرض في الاتفاع وبارفعه عن سطح الأرض بحوالي 10 سنطي قبل بداية الأم كده بروح جاي واضع العلف أو الماء لأم هي لو احتاجت إنها تاكل هتطلع تاكل وترجع تاني مكانها تاني طب لو احتاجت ماء لعملية الترخير اللي بالنسبة للبيض أو حفز درجة الرطوبة بتاعت البيض قلنا 60 إلى 70% هي بتقوم بتجيب بقها وتبدأ أنها تنفر رزاج من الماء على البيض عشان توفر درجة الرطوبة اللي هي موجودة اللي هي 60 إلى 70 درجة مئوي ثم الأم لو خرجت بطبيعتها إنها كلت أو كان بها وإلا فيرفع غطاء العش بهدوء وتوجه الأم إلى باب الخروج باحتراس يبقى أنا طوالي كده برفع للغطى لو هي وحطت قدامها منها المية والأكل إذا هي طلعت تاكل مفيش مشكلة بطلعتش تاكل برضو مفيش مشكلة هي بتقوم برضو بعملية الرؤاد ولو احتاجت هذا الأكل أو هذا الماء بتقوم بتشرب وترجع طبيعة تاني دون أنت ما تدري بأي نوع من هذه العوان يجب أن يكون غطاء غزاء الأم خلال هذه الفترة وافرا وشهيا ومحتوي على نسبة عالية من النشويات طب ليه محتوي على نسبة عالية من النشويات طبعا أنت عارف لو أنت كلت النشويات النشويات عن طريق الهضم الميكروبيولوجي أو البيولوجي الموجود عندك داخل الجس بيتحول تلقاء إلى بروتين وبيرفع معدل الطاقة بتاعة الجنين بتاع الأم عشان يقدر ينتج كمية عالية من الحرارة فاللحظة دي بضع كمية من الغزاء يكون عالي في نسبة النشة كذلك براعي خلال فترة رياضة الأم اللي هي خلوج الأم عن العش وارجحها إلى العش تاني إنها تقليب البيض وإزالة الزرك المتجمع وبشيل البيض المكسور لو فيه أي بيض مكسور زي ما قلت لك إنها بتستبعد البيض اللي هو مش حينتق كتكوت فيما بعد هنا في ملحوظة إيه هي الملحوظة هنا عندي بلاحظ إن الأم الرقادة لها القدرة على تمييز زي ما قلت لك هنا في البداية هو من فترة قليلة إنها بتقدر بتميز البيض الذي بداخله جنين حي أو جنين ميت وتستبعد الجنين الميت عن العش اللي هو موجود يبقى دي غريزة بالنسبة للأم بتقوم بهذه العملية إنها بتستبعد البيض اللي هو ذاته جنين ميت وتستبكي البيض ذاته الجنين الحي طيب التفريخ الطبيعي هل له مجموعة من المميزات؟ طبعا التفريخ الطبيعي اللي هو مجموعة من المميزات أول ميزة عندي بالنسبة للتفريخ الطبيعي إنه هو قليل التكاليف ليه ان هو قليل التكاليف لان الام هي اللي بتضع تلقد على البيض ثم بتكون بعملية التقليب ثم بتكون بعملية ضبط الحرارة ضبط الرطوبة الى اخيره عملية التقليب بتستبعد البيض اللي هو الجانيل الميت او الجانيل الحي بتستبقيه يبقى انا ما فيش تدون تدخل من الانسان يبقى هو سهل جدا فيه اجراءه وسهل فيه عملية التنفيذ دي اول خطوة من مميزات التفريخ الطبيعي طب الميزة التانية نسبة الفأس بتكون في التفريخ اللي هو الطبيعي بتكون مرتفعة عن التفريخ الصناعي وخاصة الرومي والاوز يبقى ايزا نسبة التفريخ في الاوز والرومي بتكون مرتفعة جدا في التفريخ الصناعي هنا فيه عند ملحوظة ايه الملحوظة لا يدخل التفريخ الطبيعي ضمن انشطة صناعة الدواجن المال ازاي انت ساعتك بتقول فيه عندي تفريخ صناعي. احنا خدنا التفريخ الصناعي من التفريخ الطبيعي. معنا ذلك ايه? ان احنا شفنا ان الام بتوفر درجة حرارة كاب بالنسبة ليه البيت. كذلك بتقلب البيت كلها قد ايه? كذلك بتزبط درجة الحرارة. بتزبط درجة الرطوبة. يبقى انا خدت منها كل العوامل دي كلها. ويبدأ الانسان من انها يتدخل. لكن التفريخ الطبيعي لا يتدخل هذا التفريخ في صناعة انشطة الدواجن. معنا ذلك ايه? انا عزانة الكميات عالية من الدجاج. عزانة الكميات كبيرة من الاوز. عزانة الكميات كبيرة من الرومي. عزانة كل هذه الحاجات. هل التفريخ الطبيعي يقدر ينتج لحوالي خمسين لستين مليون او بليون او 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 الف او الى اخير من الاحصائيات في يوم واحد او في موسم معين او في وقت معين? طبعا لا. لان التفريخ الطبيعي بيكون على فترات. الام بنقولك انها كل من عشرة الى خمستاشر بيضة للتفريخ الطبيعي. لكن التفريخ الصناعي معاك بالبلايين. ممكن حوالي خمسين ستين الف حسب ساعة مكان التفريخ. ممكن يكون فيه مكان عندي ميت بيضة. فيه عندي مكان خمسمة بيضة. الى اخير. اذا الان التفريخ الطبيعي لا يدخل فيه ضمن صناعة الدواجن. ولكن انا خدت جميع الحاجات الفنية اللي الام بتقوم بيها. وانا كمربي او كانسان تدخلت باحدث التكلولوجية. عشان اوفر كل هذه الظروف. وابدأ افرخ باعداد كبيرة بالنسبة ليه التفريخ الصناعي. طيب احنا قلنا فيه مميزات. اذا التفريخ الطبيعي له عيو. ايه هو العيو بتاعه. احنا تتركنا مع بعض. قلنا فيه حشرات موجودة. وانا بطهر وببخر وإلى اخيره. طيب نفرض ان الام ديت مصابة باي نوع من هذه الامرات. مش الكاتكوت هينتج من البيض اللي هو موجود اسفل الام او تحت الام. يبقى اذا التفريخ الطبيعي بيبقى سهل انتقال الامراض. خاصة لو فيه عندي مرض بالنسبة للسهال الابيض او اي نوع او لسهال البني او اي نوع من انواع الاسهالات اللي هي موجودة او من الامراض الموجودة عند الام. بينتقل الى الصغار. يبقى انا كده زودت انتشار العدوى او انما بقطر في انتشار المرض. الام الرقاضة لا تتوفر الام الرقاضة في اي وقت من السنة. ده عين. احنا قلنا في البداية باختبر الام. ان انا بجيب البيض اللي هو اللايح او البيض اللي هو اصلا لا يصلح لعمل التفريخ. وبضعه تحت الام عشان خاطر اشوف الام ديت. هل هي هتستمر على حفظ البيض او على احتواء البيض او على احتضان البيض. ولا لا. زي اتا انها بتحتضن البيض. يبقى معنى ذلك الام ديت هتبدأ ان هي ترقد على البيض. هل الام ديت متوفرة طول السنة? طبعا التفريخ الطبيعي غير متوفر طول السنة. ممكن الام تضع البيض النهاردة. وبعد اسبعين تروح جاية مسلا تحاول انها تحتاط هذا البيض. وتجهز لها العشي وترقد على هذا البيض. ممكن بعد الاحيان بعد الشهر ما ترداش ترقد تنتج انتج البيض وتتمتمتنع عن اه اه الركاض على البيض. يبقى ازا العيب الاولاني في التفريخ الطبيعي. لا تتوفر الام الرقاضة في اي وقت من اوقات السنة. كذلك التفريخ الطبيعي بتفرخ عدد قليل جدا من البيض في الدفعة الوحدة. احنا قلنا حوالي عشرة الى خمستاشر بيضة اثناء مدة التفريخ اللي هي واحد وعشرين يوم بالنسبة للدجاج. طبعا انا بتكلم على الدجاج هنا. يبقى انا بقول واحد وعشرين يوم. الام الرقاضة اصل ايضا في التفريخ الطبيعي بتتعطل عن انتاج وضع البيض. يمكن انت حددت خدت من الكلمة المعلومة. قلت لك ان في دجاج اللي هو عالي الانتاج لا يصلح لعملات التفريخ. اللي هو دجاج انتاج البيض. هي تركيبة الوراثية كده. هي سلالته كده. هو اصطمبت لهذا الغرض لانتاج عدد كبير من البيض. لكن الانواع اللي هي بتبين الى رقاض بصفة عامة. الانواع البحلية ان البط السوداني البط اللي هو المسكوفي يبيل ايضا الروكات. لكن البط اللي هو البكيدي او بيقول عليه البط الشترشيل لا يصلح لعملات الايه الرقاض على البيض. كذلك فيه فيه اه 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 دجاج انتاج اللحم. هل دجاج انتاج اللحم بيصلح ليه انتاج اه اه للرقاض على البيض? ايضا يمين هو 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 تركيبة الوراثية لانتاج اللحم لكن لا يصلح ليه عملية الرقاض على البيض. كذلك الانتاج الدجاج العالي الانتاج لا يصلح ايضا الى اه عملية التفريخ او الرقاض على البيض. الام الرقادة بتتعطل هنا عن انتاج وضع البيت. طيب في عيب خطير جدا في التفريخ الطبيعي. في بعض الاحيان انت ساعدتك جهست العش ورتبت العش ووضعت البيت او رصيت البيت والام رأيت على البيت وبعد اسبوع من عملية الركاد الام هجرت هذا البيت وثابت البيت. انت ساعدتك بعد كده هتعمل ايه? خلاص يبقى من داعيب التفريخ الطبيعي يبقى في اللحظة دية ان الام بتهجر البيت اللي هو موجود وده عيب خطير جدا في التفريخ الطبيعي. كذلك الام في اثناء مدة التفريخ او اثناء دورة التفريخ الام بتضعف. ما بتكلش. زي الام اللي هي مثلا بالنسبة للانسان تبص تلاقي طوالي همها كله انها تردع اللي هو ابنها. في اللحظة دية بتفكرش في اك. لكن المفروض في التفريخ الطبيعي انا بحط الام بحط الاكل قدام الام عشان خطر الام ذات نفسها ما ما يصابش بها عملية هزال او ضعف اثناء عملية التفريخ. يبقى عيب التفريخ الطبيعي ان الامهات بتصاب بالهزال والضعف الشديد اسناء مدة التفريخ او اسناء دورة التفريخ. في عيب تاني? اه في عيب تاني. احنا قلناها كده سريعا. اللي هو نقل الامراض من الامهات الى الكاتاكيتي اللي هي الناتجة. في عيب تاني? ايضا في عيب تاني. عديب الجدوة بالنسبة للانتاج الاقتصادي. يعني ايه عديب الجدوة? انا وضحتها من فترة. قلت مثلا التفريخ الطبيعي بينتج عشر الى خمسشار بيضة. طب انا عايز انتج عائد كتير. طب الامهات مش موجودة. الامهات اللي هي تعملوا الركاب مش موجودة. يبقى انا هنتج ازاي? يبقى ازا ان التفريخ الطبيعي لا يدخل ضمن انشطة صناعة الدواجل. لان الدواجل عملية صناعية. بحط حاجة معينة عشان يحولها في زمن معين الى انتاج معين او الى مثل معين. ده انا بتحكم فيه. فالتفريخ الطبيعي لا يدخل ضمن صناعة الدواجل. عشان كان بنقول عديب الجدوة الاقتصادية بالنسبة لفرع الدواجل. التفريخ الاصطناعي او بيقال عنه التفريخ الصناعي. يعني ايه التفريخ الصناعي? تعريفه توفير العوامل الاساسية اللازمة لنمو الجنين داخل البيضة دون وساطة الام. حتى يكتمل نموه ويخرج في النهاية كتكوت سليما في المدة المحددة. خلي بالك فرق بين التعريف ده وتعريف التفريخ ذات نفسه. تعريف التفريخ ذات نفسه تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين المخصب داخل البيضة المخصبة. لكن هنا التفريخ الاصطناعي بنقول ايه? هو عبارة عن توفير العوامل الاساسية اللازمة لنمو الجنين داخل البيضة دون وساطة الام. يبقى ازا في التفريخ الاصطناعي انا باخد البيت او بجمع البيت مما زرع انتاج البيض المخصب بنقلها عندي. احنا قلنا ازاي بنطهر عملية البيت. وبنبخر المكان اللي هو المعمل. او بنبخر الحجر اللي هو موجودة فيها يتم فيها عملية التفريخ. او بنطهر ذات نفسها مكان. او ماكينات التفريخ اللي هي الموجودة عندي. عندي انواع كتيرة من مكانات التفريخ. يبقى لازم ام بقى عملية التطهير. يبقى ان هو توفير العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة دون وساطة الام. اما اجعرف اقول تعريف التفريخ الصناعي او التفريخ الاصطناعي. طيب اه ذكرنا مع بعض التفريخ قلنا في فرق من التفريخ الطبيعي والتفريخ الاصطناعي. التفريخ الطبيعي قلنا توفير جميع الاحتياجات اللازمة للنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة. معنى ذلك ايه? معنى ذلك ان في التفريخ الصناعي انا بوفر جميع الامكانيات اللازمة. بمعنى ايه? بمعنى ان انا بوفر الحرارة. بوفر الرطوبة. بوفر التهوية. بوفر جميع العوامل اللازمة عشان اقدر انشط الجنين داخل البيضة اللي هي مخصبة بالنسبة للجنين اللي هو موجود عندي. اه مدة التفريخ احنا قلناها قبل كده. قلناها عبارة عن المدة اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة. بمعنى ايه? انا عندي البيض استلامته من المزرعة. اما استلامت البيض حضاك من المزرعة. وفرت عنده في درجة حرارة معينة. وفرت عنده فيه درجة رطوبة معينة. وفرت عندي طهرت البيض التفريخ. طهرت مكانات التفريخ اللي هي موجودة عندي. ابدأ بعد كده ارص هذا البيض في داخل مكينات التفريخ. بمعنى ايه? انا عندي فيه انواع كتيرة لماكانات التفريخ. ايه هي الانواع اللي هي الموجودة في مكينات تفريخ? فيه مكينات تفريخ ذات هواء مندفع. وفيه مكينات تفريخ ذات huhu ساكن. يعني ايه? التفريخ اللي هو ذات هواء مندفع في داخل المكينات التفريخ. اوانا حي besonders المكينة ديوت. المكينة ممكن تاخد 15000 بيضة. ممكن فيه مكينات بتاخد. ودها بنلاحظها في بعض المعامل. بيداخد من خمسين الى ستين الف بيضة اثناء المدة التفريخ اللي هي واحد وعشرين يوم يبقى انا لازم اطهر مكينة التفريخ اول خطوة عندي بعد ما استلم البيض ودخلته عندي وعملت عندي التبخير ونظافة وتطهير وايه لاخيره وطبعا شفت البيض اللي هو الصالح والبيض الغير صالح ايه لاخيره من الحاجات ده كلها وببدأ احفظ البيض على درجة حرارة ناقص عشر درجة مقوية اما دخلت البيض داخل مكينة التفريخ على ناقص درجة حرارة عشر درجة مقوية كده حفظت البيض لحين اكون بعملية تانية اللي هي عملية التبخير بالنسبة للبيض فبعمل ايه في اللحظة دي بعمل ايه بطهر مكينة التفريخ بجيب حوالي عايز اطلع غاز اللي هو الفورمال ضهايد غاز الفورمال ضهايد غاز موجود بيتخلل او بينتشر في الاماكن اللي هي المغلقة بصورة جيدة جدا ندج من ايه ندج من ان انا بحط برمانجانات بوتاسيوم مع الفورمالي برمانجانات بوتاسيوم تجاري زاد الفورمالي بقلب الاتنم مع بعضهم وبضعوا فيه داخل مكينة التفريخ طب لو انا عندي دفعة قبل كده موجودة فيه داخل مكينة التفريخ معنى ايه اللي هو الكلام ده انما فيه دفعة عندي خلصت بسا نهاية الشهر اللي هو خلص ده وعايز ادخل دفعة تاني يوم خمسة تلاتة مساء على سبيل النساء فبعمل ايه من نهاية الشهر لحد بدأت الشهر التاني بقوم بازالة البيض اللي هو مجوب من بقاية دفعة سابقة لعملية التفريخ اللي هي الدفعة اللي فاتت يبقى انا شلط البيض اللي هو اللي كان مكسور او اللي كان مشروخ اللي ناتج من عملية التفريخ في الدورة اللي فاتت وببدأ أستعد لي أن أنا أدخل دفعة تانية لعملية التفريق يبقى أنا شلت البرد نظفت المكينة زبطت درجة الحرارة زبطت درجة الرطوبة بعد كي أقوم ببخر عملية التفريق بحط واحد جرام مثلا أو على سبيل المثال واحد جرام من المجالات البيتسيوم مع سنت من الفورمالين عشان يديني مطهر أو عشان يديني غاز اسمه غاز الفورمالدهاي غاز الفورمالدهاي دهوت سريع جدا وبينتشر وبيتخلل داخل مكينة التفريق خلاص أنا طهرت المكينة أقعد 24 ساعة بعد تطهير عملية التفريق بالنسبة للبيت ثم بعد ذلك بعمل إيه؟ بروح جايب البيت وضعه فيه أدراج أو فيه صناديق وضع البيت بالنسبة لمكينة التفريق يعني إيه صناديق؟ هل أحط البيت الكمة المدببة إلى أسفل والكمة العريضة إلى أعلى أو أحط الكمة العريضة إلى أسفل والكمة المدببة إلى أعلى لا لازم له شروط قلت لك البيت أنا باستبعد المتكلس والمنحس والمشروخ والمتحجرة والمطولة والمنبعجة والمتكلسة أو المنحسة كل دي باستبعدها أنا بما استبعدتها بدأت عندي شفت البيت صالح معالي التفريق واستلمتوا من معمل إنتاج البيت أو من مزرعة إنتاج البيت هبدأ أننا رص أنا عندي عارف أن أسأل المكره هتاخد حوالي خمس تلاف بيضة يبقى أنا في اللاحظة دي بطلب منه وقول له عايز ست تلاف بيضة بيجيب لي ست تلاف بيضة أما طلع منهم خمس تلاف يبقى أنا كده وفيت ماكينة التفريق اللي هي موجودة عندي داخل المعمى فبضع البيت بضع البيت إزاي؟ بحط الكمة المدببة إلى أسفل والكمة العريضة إلى أعلى رصت الأدراج سواء كان مكينة التفريق أين كان النظام بتاعها الدرج مفتوح يميل أو شمال معلين برص الأدراج بعد ما رص الأدراج بروح جاي قافل مكينة التفريق وببدأ أصبت درجة حرارة التفريق عندي أصبت درجة حرارة التفريق عندي إزاي؟ بقول في بداية التفريق بتكون حوالي سبعة وتلاتين أو ستة وتلاتين درجة مئوي ستة وتلاتين درجة مئوي دي كافلة لنشاط الجنين في أول أسبوع بعد ذلك ببدأ أنزل بدرجة حرارة التفريق اللي هي موجودة عندي أنزل بدرجة حرارة التفريق اللي هي موجودة عندي إزاي؟ إن أنا كل مثلا تلاتة أربعة أيام بنزل درجة معينة لحد ماصل إلى نهاية التفريق بتكون مدة التفريق عندي 21 يوم ودرجة الحرارة بتكون حوالي 35 أو من 32 لـ 35 درجة مئوي الخمسة وتلاتين درجة مئوي ديت في نهاية عملية خروج الكاتاكيت إلى خارج ماكينة التفريق فبنقلها بقى بجي في اليوم الثمنتاشر أو اليوم التسعتاشر قلت الدورة عندي 21 يوم في اليوم الثمنتاشر أو اليوم التسعتاشر أو اليوم العشرين بنقل الكاتاكيت من الأدراج اللي هي الموجودة عندي في عملية التفريق إلى المفقص اللي هو موجود عندي في مكان التفريق ليه بنقل في المفقص؟ المفقص طبعا الكاتكوت بيخلق بيكون في عنده رطوبة عالية إذن الكاتكوت في عنده عرقام لازم عملية التكفير بجاف في الكاتكوت قبل ما طلع الكاتكوت من داخل المفقص إلى الخارج عشان يقدر أنه يطلق أقل مع درجة حرارة اللي هي موجودة فيها الطبيعية طبعا لو استلمت هذا الكاتكوت ما جاستلم هذا الكاتكوت أطلع الكاتكوت عايز أعرف نسبة الخصبة قد إيه عايز أعرف نسبة الفقصة قد إيه عايز أعرف كمية الكاتاكيت الناتجة قد إيه اللي هي داخل عندي في المعمل وخرج منها قد إيه بعمل إزيه بقول في عندي مجموعة من العوامل زي مثلا معامل الخصب أو معامل الفقص أو نسبة الفقص يعني إيه نسبة الفقص ونسبة الخصب نسبة الخصب أنا عندي مثلا كاتاكيت حوالي مثلا عندي ألف نسبة الخصب بتاعتهم كام يعني الجنين حي داخل البيضة الجنين مخصر دي اسمها نسبة الخصب بجيب نسبة الفقص من نسبة الخصب بمعنى إيه أنا عندي كان ألف نسبة الخصب كان عندي سبعين في المي يبقى عندي 700 بيضة مخصبة طيب 700 بيضة مخصبة تم فاقس قد ايه من هذه الكتاكيت تم فاقس حوالي مثلا 60% يعني مثلا تلع منهم حوالي 450 او 650 كتاكوت من السبعمية او النسبة الفاقس عندي حوالي 70% او 80% ولكن دي بتتوفر على مجموعة من العوامل او مجموعة من الشروط اللي هي عملية التقليب داخل مكان التفريق في بعض مكانات التفريق ايه اللي بيحصل؟ بيكون التقليب فيها اوتوماتيك انا بزبط المؤشر بتاعي عشان اقدر اقول له مثلا في اليوم الثالث قلب لي مأمرة في اليوم السابع بقلب طيب في بعض الايام ان انا بقوم بعملية الفلز بالنسبة لكتاكيت اللي هو البيض اللي هو موجود بفرز امتى؟ بفرز في اليوم السابع بشوف البيضة دي مخصبة او البيضة دي الجنين حي او ميت طيب في اليوم اللي 14 بشوف برضو الجنين برضو اكتمل حيويته ولا ان هو فلو لقيت الكتكوت او لقيت الجنين ميت داخل البيضة بروح جايب مستبعد هذا البيضة عن طريق ايه؟ عن طريق طبعا كشاف ضوئي فحص ضوئي بصلة الكشاف الضوئي على البيضة اذا لقيت لون معتم سواد داخل البيضة في اللحظة دي اقول ان هذا الجنين جنين ميت لو لقيت انا بقى اثناء الفحص في شعيرات دموية في داخل البيضة منتشرة اقول ان الجنين حي وبستكمل عملية التفريخ داخل هذه الماكينات طيب في طريقة اخرى بالنسبة ليه مكنات التفريخ او ان التفريخ الصناعي استمبت من حاجة معينة كانت موجودة او العالم كله خدها من قرية صغيرة في محافظة الغربية هذه القرية اسمها قرية برمة القرية دي هي من بداية عملية التفريخ هي بدل ما الام انها بتقوم بعملية التفريخ بتدي عشر الانتشر بيضة فبدوا يفكرهم ان انا ممكن بتفريخ بلدي بس بلدي نصف صناعي يعني ايه ان انا حيتدخل هنا الانسان بيجمع البيض اللي هو موجود من احد الفلاحين اللي هم موجودين وبيحضر له زي حكاية الطوب اللي هو بتحرق في داخل الامان اللي هو الطوب اللحبة بيحضر له حجرات هذه الحجرات بيعمل فيها ايه انا قلت انه هو بيوفر درجة حرارة معينة بيوفر نسبة رتوبة معينة طيب حيبدأ ان هو الوقود اللي هو موجود عنده ايه هو الوقود اللي هو موجود عنده الوقود اللي هو موجود عنده اللي هو اسمه الدمس ايه هو الدمس الدمس ده عبارة عن ايه ان هو بيلمي من الفلاحين اللي هو قش الارز اللي هو موجود ويبدأ ان هو يحرق في داخل هذا زي المكمورة زي الافران البلدية بتاعت زمان ويبدأ يحرق في هذا الدمس طبعا هذه الطريقة او هذه الافران بتكون مزدوجة الجدران بتكون مبنية من الطوب اللي هو الطوب اللبن يعني ايه الطوب اللبن ان هو بيتحمل درجة الحرارة وفي نفس الوقت الحرارة فيه ما بيزيرش بسرعة وفي نفس الوقت ان هو ما بيفكرتش الحرارة بسرعة يبقى هو عندك حنية يعني زي حكاية البيوت زبال ما احنا كنا عادين في البيوت الفلاحين البيوت اللي هي بالطوب اللي هو الني تبس تلاقي درجة الحرارة محتفظة فبيعمل ايه في اللحظة دي بيروح جاي بالقش او بيجاي من شرط الخشب او بيجيب يتبن ويحرقوا في داخل هذه الافراد فبيجمع البيت هو كده وفر درج الحرارة وفر درج الحرارة اللي هي 36 إلى 37 درجة مقوي في داخل هذه الافراد بس فيه هنا عيب فيه النسبة للطريقة دي ايه هو العيب هنا ان طبعا اما بيحرق هذا الدمس او هذا النشارة او الادبان في داخل الفرن تبص تلاقي ان فيه غازات وفيه اختناقات بالنسبة للعملين داخل هذه الطريقة او داخل هذا الفرن اللي هو موجود في النهاية خالص عامل زي حاجات الناروزة يعني ايه الناروزة الفرن الموجود بس فيه صجب فيه الارتفاع بيخرج اللي هو الدخان اللي هو موجود اللي هو الناتج من عملية اشتعال بالنسبة للدمس فبيعمل ايه خلاص هو حرق الاش او حرق الاشارة او حرق الحطب اللي هو موجود ايا كان وسائل التدفية في داخل النروزة او داخل بيت النار. اه بيعمل هزا هزي النروزة على فترات. يعني ايه زي على الفترات? انا بسلا عايز اقوم اخش بسلا باب الشقة. اما اجي اخش باب الشقة ما بخشش باب الشقة مبشرطا. بروح جاي داخل من البيت. من باب البيت. دخلت باب البيت. يبقى اذا انه ما في مكان اعداد البيت. في مكان تاني. مكان تاني. حفظ البيت. لحد ما يبدأ يقوم بعملات الاشتعال. ويوفر درجة حرارة. ويوفر درجة الرطوبة. والتهوية داخل الفورد. خلاص هو رص البيت. ياخد البيت يرسه. خلي الكمة العريضة الى اعلى. والكمة المدببة الى اسفل. تب ليه انا بقوله الكمة العريضة الى اعلى. والكمة المدببة الى اسفل. عشان خاطر ان هو الغرفة الهوائية موجودة في ناحية الكمة العريض. بدأ يرس البيت حسب المكان اللي هو موجود عنده. بعد ما جمع من الفلاحين. ورصه عنده في المكان. بدأ ان هو يقوم بعملية التدفئة. خلاص كده الفرن موجود دافي. درجة حرارة محتفظة. تعود لحد عشرين يوم او حد واحد وعشرين يوم. لو احتاج حرارة يبدأ ان هو باي وسيلة اخرى تانية ان هو يقوم بعملية التدفئة. عشان يصل بدرجة الحرارة زي الام بالزبط ما كانت نقدى على البيض. اللي هي درجة حرارة خمسة وتلاتين الى سبعة وتلاتين درجة مئوي. في اللحظة دي بيوفر درجة الحرارة. ما يجي ينهي عملية التفريخ. او في نهاية عملية التفريخ. بيصل الى حوالي خمسة وتلاتين درجة. تبس تلاقي النار بدء اتهدى خالص نهائي. بس هو كل تلات اربعة ايام هو بيقوم بعملية التقليب النسبة للبيضة. لكن في مكانات التفريخ اللي هي الصناعي. اللي هي الميكانيكية. سواء كانت شغالة بالكايروسين. ولو ان انقرضت حاليا. كان ديكة بتسعة بيضة. لكن في مكان آآ آآ نفز حديثة. واستنبش حديثا. عشان خاطر ان هو بينتج لحوالي خمسين الى ستين في المية من آآ خمسين الى ستين الف بيضة. فبيدي انتاج عالي من البيض. فباللحظة دي بيعمل ايه هو اللي هو البرماوي. وعلى فكرة بيطلق عليه اسمه البرماوي. البرماوي ليه? نزلا الى قرية برما في محافظة الغربية. يبقى احنا ننبن مع بعضنا الحلقة. قلنا في عندي نوعين من التفريخ. في عندي تفريخ طبيعي. في عندي تفريخ صناعي. التفريخ الطبيعي بي تكون به الام دون وساطة الانسان. التفريخ الصناعي سواء كان في معامل التفريخ البلدية او في مكانات التفريخ تكون به الانسان آآ بالنسبة للتفريخ. بيقدر يوفر درجة الحرارة. يقدر يوفر درجة الرطوبة. يقدر يوفر التهوية. كل الحاجات دي كلها اللازمة للنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة. احنا قلنا في دات الحلقة. يبقى ايه هي تعريف التفريخ? هو نشاط الجنين الحي او المخصب داخل البيضة المخصبة لمهاية عملية التفريخ. اعزائي ان شاء الله ساعدنا بكم في هذه الحلقة. على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.